رجعنا لكم تاني في الفقرة التانية أو الجزء التاني برنامجنا النهاردة انا بستعرز اقولها لحاجة احنا عملنا صفحة على فيسبوك ونزلنا الفيديو ده من بالضبط أول مبانا اللي هو كنا منتكلم فيه على الزتون الفيديو في خلال 24 ساعة عمل 10 تلاف مشاهدة وبرده مش دي القصة القصة الفيدباك اللي جالي عن طريق المسينجر أو عن دايريكت الناس بتقول ان احنا محتاجين نفرد أكتر اللي موضوع الزتون عشان كده احنا عجلنا بان احنا نكمل سلسلة الزتون وعلشان كده هيكون معانا ضيفي انا اللي ضيفه بقى الدكتور هاني فارج المسارك تبقى تبقى في الدنامج دكتور هاني صباح خير دكتور علاء ولا صباح خير على السادة ومشاهدين الحمد لله مش عايز قولك الزتون عامل شوار جامد جدا والله هو يعني من الحاجات اللي لازم فعلا تبقى في فداية الاهتمام بشكل كبير بجد حاجة احنا اختارنا الفقرة النهاردة أو عنوان الحلقة النهاردة الزتون ما بين الوقاية ولا لك ولكن خلينا بس افكرك احنا افنا الموضوع المر اللي فاتت تعالى ان الزتون هو برغم انه هو فيه صورات حرية علية ولكن الزتون بيستخدم كاملين فممكن الناس تستخدمه في نوع من انواع الضبط الوزن أو التخصيص صح كده؟ بشكل غير مباشر صحيح الزتون النهاردة هيبدينا على فين بقى؟ طيب خلينا في الاول احنا البرنامج بتاعنا زي ما قلنا هو صحيحاتك صورتك فاحنا عايزين مستعى عاشر الصور مستعى عاشر الصور يوم الجمعة احنا عايزين يبقى اقصى استفادة من البرنامج للسادة مشاهدين نخش في النهاردة حابنا نبقى الموضوع عاملي شوية النهاردة حاجة انا لا يخفى على احد موضوع زت زتون واهميته والوصايا النبوية ويذكره في القرآن الكريم هنخش بقى عمليا انا النهاردة لو عايز اشتري زت زتون عشان بتطبق بقى اللي احنا عرفناه من الفريد بتاعته فاول حاجة اختيار زت زتون حلو يعني احنا دلوقتي احنا اتكلم ازاي اختار زتون ازاي اختار زتون معنى ذلك انه فيه انواع كتير من زت زتون بقى؟ بالضبط احنا اتكلمنا لحالة اللي فاتت على انه فيه انواع الانواع الجيدة جدا وهو البكر الممتاز اللي هو الاكسترا فيرجن اوليف اويل يلي اللي هو نسبة حمود اقل من واحد في المية ده رقم واحد يعني لو انا هنزلها اشتري ومعي امكانية لانه اسعاره عالية شوي اقدر اجيب اللي هو البكر الممتاز وهيك دلوقتي بتقسم زت زت زتون حسب الكفاءة صح؟ حسب الكفاءة وحسب برضو اسعار رجال حسب اسعار انا نزل اشتري فاول حاجة بابصلها لو انا معي امكانية ان انا اشتري الاكسترا فيرجن او زت زت زتون زيت بكر زيت البكر الممتاز اللي هو عليه نسبة حمود اقل من واحد في المية تمام طيب فيه درجة تانية اللي هو الزيت البكفر اللي هو الفرجن اوليف اويل ودوه بيبقى نسبة حمود اقل من اتنين في المية تمام يلي الزيت المكرر الزيت زيتون المكرر اللي هو الريفايند وده بيجي لو حابنا نقسمهم درجات فهو في الدرجة الثالثة يلي ما يسمى بالبيور او بالنقي النقي ده هو الاقل يعني ممكن ما تغشش ان انا مكتوب عليه نقي او صرف هو مكس يعني هو المكرر اكتر حاجة لانه هو بيبقى خليط ما بين الزيتين الاولينين الزيت الاخير اللي هو البيور او النقي ده بيبقى باقلهم هو اكثر انتشار النظر انه هو اقل سعر سعره في متناول الجميع طيب انا اللواتي اشتريت الزيت وكله تمام وطبقا لامكانياتي وراحت بالبيت اه يعني حاجة اللواتي احنا خلاص اشترينا الزيت كويس وبالتأكيد فيه سؤال هيجي على طول طيب انا عرف ازاي الزيت جايد او مش جايد طيب لان انت قسمت في الاول حسب الكواليتي او حسب الجودة بتاعتك بزرطة طيب انا عرفها منين طيب هو اختبار بسيط يعني شان ما نسقلش على السادة مشاهدين انت حركة تجيب ماء وعادل ربع كوباية وتحطها في التلاجة من بالليل للصبح حد قدنى ساعتين لثلاث ساعات وهتشوفها تاني يوم لو لقيت ان البتالي تاخد اللون الابيض تفتح اللونها يبقى فاتح ابيض واللزوجيتها عالية اه اذا فهذا زيت زاتون جيد نوعية وغير مرشوش يعني زيت كويس زيت كويس تاني معلش اه انت نصر كوباية ربع كوباية حطتها في التلاجة والحاجة ساعتين بس تنسبها للصبح يفضل يعني جيت الصبح لقيت وضع الزيت زي ما هو سائل وزي ما هو متغرفش فيه اي حاجة من الخصائص الفيزيائية بتاعته وشكله زي ما هو غالبا ده مخلوق لأ خلينا ارجع تاني الكويس انه بتزداد لزوجته ولونه بيفتح بيفتح ده كويس اه بيصل ممكن يبقى لونه ابيض كمان ده بقى لو هزيت البكلة اونا تريدت في كلم على الكفا الجودة عن الجودة انه هو مش مخشوش بزيوت اخر اه تمام تمام طيب انا كده اطمئنيت ان الزيت اللي انا جايبه اه مفيد اطمئنيت انه هو اه نوعية جيدة انه هو مش مخشوش انه انا ما اه ما اتعرضتش لحد احكي عليها وبعلي حاجة مش مزموطة طيب خلص انا الوقت اصبح عندي زيت الزيتون طب انا هتناوله ازاي وهستخدمه ازاي الحلقة اللي فاتت قلنا على على وصفة كان بيتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ويا خلط اطمئني قابلي بس منروح ازاي اتناول الزيت الزيتون طبعا حقيقة دلوقتي انت قسمت في الاول قلتي في عندي زيت بكر طبعا ممتاز وممتاز هل انا ممكن مه ممكن واحد يبقى بكاتب عليه زيت بكر وهو زيت بيور طيب ما انا بقول لحضراتك انا انا هعمل عليه الاختبار ده في البيت لقيت انه هو مخشوش او مش اصلي مش هشتويه تاني خلاص انتغر الموضوع ايه لا يعني نسبة جودة اقل بس ده اه انا الاختبار ده بعمله عشان نسبة الجودة اقل والا اكتر صح بالضبط بالضبط وانه هو مش مخلوط بزيت اخر احنا بس عشان السادة مش هديني معارفين الدنيا منشة ازاي طبعا فيه طريقة تانية ان انا اجيب الموبايل بتاعي والكشاف بتاع الموبايل احطه تحت الازازة لو الضوء نفسه تشتت اه ما بقاش ضوء واضح يبدأ اصلي وسليم لو الضوء نفسه حسيت ان انت شايف اللمبة اه الضوء تشتت في الزيت كله فده اصلي انما لو لقيت ان انا شايف اللمبة بشكل صريح شايفها اقصادي من وراء تبقى ده مش مستليم ومرشوش ومخلوب بزيت اخر ايه تمام كواس فيه حاجة تانية مهمة وانا بشتري للزيت يفضل ان اجيبه فيه عبوات زجاجية مش بلاستيك هو اه تمام اه التانية حاجة ان العبوات الزجاجية دي تبقى عبوات داكنة اللون داكنة اللون داكنة اللون تالت حاجة وانا بخزنه في البيت طريق تخزينه لازم بقى في مكان مغلق يعني مكان مقفول مش عارضة للضوء اه مكان مقفولش ضوء اه يعني في اي دولاب او في المطبخ في اي دورج من الاضراج يعني اهم حاجة بقى شعارضة للضوء يعني جزء اللي انا بستخدمه بس اطلعه تخزين زيت الزتون ان هو يبقى محطوط في زجاج داكن تمام بزبط ويخزن في مكان مظلم بزبط عشان المحافظة على الفوائد بتاعته نرجع بقى لطريقة التناول زي ما ذكرنا في الحلقة اللي فاتت الرسول عليه الصلاة والسلام كان في عادة معينة في تناول زيت الزتون واتباعها دا هو الايدي اللي هو افضل حاجة ان انت بتخلط ما يعادل كوبايت مية 200 ميلي بتخلطها بمعلقة عسل كبيرة وبتحط عليها معلقة زيت زتون كبيرة وتتقلبها كويس جدا جادة التقليل وتتشرب صباحا طب في طريقة تانية ان انا احطه على حاجة زي السلطة زي الفول زي الاكل بعد ما يخلص بحط عليه رشة زيت زتون ودي طريقة مصلة جدا طب السؤال اللي احنا نوهنا عليه قابل من السؤال لو انا اخذته بمعلاقة عادي مفيش مشكلة بس هو بيبقى فيه درجة لسعة كده او حرقان فمش كل الناس تستسير الموضوع بس انت لو تعودت عليه وخذته هم فيش مشكلة اه مفيش مشكلة ودعلى فكرة من العلامات جود الزيت برضو اه لاسع اه لاسع ولونه مائل ان هو يبقى مخدر شوية وفيه مرارة ده الاصل يعني يعني انا مفرحش قوي زيت زتون طعمه مائل قوي ان هو يبقى زيت طعم الزبدة كده لا ده مش مظبوط بس هي مشكلة الناس مع الحاجات الطبيعية هي ان هما بيحسوا ان هما ما بيخداش بسهولة يعني ليه الناس اتجهت مع الاسب الشديد للحاجات الكيميائية عشان بيقى فيه مكسبات طعمه لا ويقط كرسولة وحط ورس وخلاص اه بزرط انما النهاردة معلش اللي عنده كحة هتقول لي مش عارف عسل على لمون يعني بتبقى الموضوع فاحنا انا عايز اقول ايه اللي ما يقدرش يعمل دكتور هاني قاله ممكن تاخدوا الصبح مع علاقة زيت زتون وبعد فترة انت منازلنا التعاوض لطعم بزرط كم منازلنا التجربة انا نجبه اعمل كم جميل طيب احنا الوقتي فيه نقطة نوهنا لها المرة اللي فاتت موضوع الطبخ ان هو يطبخ بيه ولا طيب احنا هنحط قاعدة ان زيت زتون من الزيوت اللي بتتحمل درجات الحرارة العالية تمام يعني ما بيتخسرش هو غني بيه 75% منه حاجة اسمها منو ساتيريد فاتي اسد منو أنساتيريد فاتي اسد يعني احماض امنية احادية غير مشبعة تمام كويس عند درجة حرارة بالزبط تتراح ما بين 240-250 بيبتدي يتأثر ويبتدي يتحول من زيت مفيد لزيت غير مفيد بس 250 درجة دي درجة ما نقدرش عمل عليها كنترول يعني انا وانا شغال في البيت او سيادة المنزل بتطحو به مش هتقدر تعمل تعمل كنترول عليها لو انا قدرت ان اخلي درجة الحرارة اقل من 240 درجة بالنسبة للبتجاز او للفرن فكده خلص ممكن في الحالة دي الحل الوحيد اللي يمكن التوخي بيه ولكن الافضل ان هو يتم تناوله برد يعني طيب عايزين في خلال 3-4 دقيقة عايزين نعرف زيت الزيتون وامراض القلب وزيت الزيتون مجهد الهضب وزيت الزيتون فادق جدل والشعر دي الأسئلة بالنسبة اللي جات ليه كويس طيب بنسبة لأمراض القلب هو طبعا أمراض القلب لو بصينا المشاكل اللي بتحصلها جلطاته ويه تصلب الشرعين دي الأمراض الأسئلة اللي فيه منها خوفه بتفعل ضغط الدم طبعا ده بيبقى مرجوع الأساسي لزيادة ما يسمى بالكوليسترول غير الحميد اللي هو اللي هو دينيزتي ليبو بروتين أو زيادته هي اللي بتقلل المشكلة دي ولكن الـ HDL أو الهاي دينيزتي ده اللي هو ما يسمى بالكوليسترول الحميد ده اللي احنا بنا عايزين نسبة تبقى عليه ده بيقلل المصال والشعرين وبالتبعية بيقلل من ارتفاع ضغط الدم وبيقلل محلوس الجلطات ده بنسبة لأمراض القلب طب هنيجي لأمراض الجهاز الهضب بالطريقة اللي احنا قلنا عليها طريقة تناول زيت الزيتون هو بيعمل أز أدريسنج أو أنه هو بيبطن الجهاز الهضم جدار المعدة جدار الجهاز الهضمي كله من بداية هنيجي لي حصارات المرارة هو بيقلل من حصارات المرارة هنيجي لي الكبد الدهني أو الفاتي ليفر هو بالدراسات اللي نشرت في نهاية 2011 سبت أنه هو بيقلل من موضوع ما يسمى بشحوم الكبد أو الفاتي ليفر اللي هي سببها زيوت الأخر فهو بيؤدي إلى زيادة كفاية الكبد هنيجي لي موضوع الأمعاء هنكمل خلص جزر الأمعاء ودخول الحمام فهو بيساعد بشكل كبير كامل هنيجي بعد كده لي السؤال الأخير الخاص بالجلد والأطفال عارف السؤال ده مهم جدا ليه؟ أعتقد أنه هو ههم كل ستتنا في البيوت تمام بصفا هو بالنسبة للزيت الزيتون احنا طبعا الحديث الشريف أكلوا الزيت وادهنوا به أو اقترموا الزيت معناها نحنا نتنغلوا فيه معنا الحديث يعني فنيجي بقى لما احنا تكلمنا عن التناول هنيجي الوقت للدهن بقى للجلد والبشرة طيب نبتدي به الجلد هو مفيد جدا للأطفال لهم ما يسمون الأطفال الخدج أو اللي لسه مولدين الأطفال الصغيرين مهم جدا ليهم لترطيب جلدهم نجلهم بيبقى حساس جدا فأنسى بحاجة لترطيب جلد الأطفال حديث الولادة هو زيت الزيتون عشان ده كده كمان يملع التسلخات بالتعالي الحفظة ترطيب بصرحة عامة بيؤدي طبعا لما نأتسلخ طيب هنيجي بعد كده الناس بيسردم زيت الزيتون بالنسبة لنواحة التجميلية في الشعر طب هل يطر أحط زيت الزيتون على فرط الشعر ولا على الشعر نفسها الأفضل على فرط الشعر وتدليكه بشكل قوي ويتساب من بالليل للصبح أو ثلاث ساعات على الأكثر وبعد كده ما يسمى بحمام الزيت يعني طب أنا أضيف الزيت مباشر على الشعر بشكل كبير لا لو الزيت مش مش نقي مش أصلي أيوة هيؤدي إلى احتراق الشعر مع الوقت فهيقول لك أنا حطيت زيت الزيتون وشعر برز ما ما تصلحش لأ هو حريك معنى ذلك إن إحنا اللي الزيت اللي هيتخطع الجلد أو الشعر اللي هو الزيت اللي هو يفضل طبعا تمام طيب فإحنا بنؤكد إن زيت الزيتون عشان تاخد أقصى فايدة للشعر هو تدليك فرط الرسبي تمام وتدليك الشعر بيجي في المرحلة التالية طيب هنيجي بعد كده ليه موضوع الجفاف الجلد وموضوع المحافظة على عدم ظهور علامات الشاكوخة على الجلد فهو عبارة عن دهن عادي خالص بقطرات بسيطة من الزيت بيتم دهنها على الوجه بشكل دائري في بعض الوصفات بيبقى فيها زيت الزيتون بيصدر كمقشر بيبقى زيت الزيتون مع لقتين مع مع لقتين سكر العادي الموجودة عندنا في البيت وبيتعامل بيه مصر وبيتعامل بيه استخدام بشكل دائري ده بيبقى كمقشر للجلد وسعره لا يقارن بالحياة الموجودة أشكرك عفوا بجد والله بس إن أنا بقى أشكرك بالكلام ده كله خلاص يعني عايز أهم معلومة من ضمن المعادة هم طلعت بيها النهاردة هو زي أنا عرف أنواع زيت الزيتون المختلفة وحاجة بسيطة جدا والله الفقرة التالية خلصت بسرعة ولكن دايما دكتور هاني ده يعني معانا على طول وعشان كده أنا متركه في الأول النهاردة أنا بابا جاي الحلوة أنا مبسوط كمية المعلومات اللي بناخدها سنين أنا جاي مع أسر التعامل للبرنامج أشكر دكتور هاني فرج المسنشارة الطيب لتصال البرنامج شكرا وعلى أمل أن احنا إن شاء الله نفتح الموضوع الجديدة للحلقة اللقاء القادم محراج بإذن الله الفقرة التالتة بقى مشاهبات عادل وعلا شكرا